ستار على نسخة التاسعة لبطولة الأمير الكبرى الدولية للرماية والتي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وشهد اليوم الختامي إقامة مسابقة صيدة تشبهي التي شهدت مشاركة كبيرة من الرما وتمكن من خلالها الرامي خليفة شلال من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية وعقب ختام منافسات البطولة السنوية أكاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية إدعيج الاعتابي أن هذه النسخة شهدت مسوا فنيا عاليا في ظل مشاركة عدد من أبطال وبطالات العالم بمختلف المنافسات سيما من التشيك وصربيا وكازاخستان وإيطاليا والإمارات إضافة للكويت وأهنأ الاعتابي الرماية الفائزين في البطولة معتبرا أن مشاركة رماية الكويت في هذه البطولة القوية التي شارك فيها رماية وراميات من ثلاثين دولة عربية واجنابية فرصة لهم الاكتساب الخبرات من خلال اللعب مع رماية مميزين أنا سعيد بكمية الشباب اللي شاركوا معنا في هذه البطولة سواء من داخل كويت أو الشباب اللي شاركوا والشابات اللي شاركوا من الدول الصديقة والشقيقة الحمد لله الأعداد كانت كبيرة وهذا يدل على شيء يدل على أهمية هذه البطولة اللي تحمل اسم خالي على قلوبنا جميعا ويدل أيضا على نجاح الاتحاد ونادي الرماية الكويتي في تنظيم هذه المسابقات بشكل علمي وبشكل قانوني لقى إشادة من الاتحاد الدولي ومن جميع المسؤولين اللي شاركوا معنا في هذه المسابقات طبعا تأتي أهميتها أيضا لكونها قبل أولمبياد توكيو في هذه البطولة اللي لاحظتوا معظم الرماية اللي شاركوا في المسابقات رماية أولمبيين تنافس وتنافس شريف أهني وأبارك للفائزين واللي ما فاز إن شاء الله هذا تكون له دروس مهمة حق المستقبل طبعا ضمن استعدادات منتخب الكويت اللي رح يشارك في أولمبياد توكيو هذه البطولة تعتبر من أهم البطولات على ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مجمع الميادين وأيضا سيعقبها بطولة كأس عالم في غبرز وسيعقبها بطولة في توكيو ويتخلى لهم أيضا بطولة البطولة العربية اللي في القاهرة واللي في المغرب جدول سونا جدول إحنا ورسلنا للهيئة إن شاء الله يعتمدون أخواننا في الهيئة ونشكرهم نيابة عن الجميع أشكر أخواننا المسؤولين مدير عام الهيئة الدكتور أحمد فريطح وأشكر كل من دعم رياضة الرماية الحمد لله تنافس شريف ووهم شيء الجمعة بين الرماية ولعبة جديدة على رماية الكويتين والحمد لله توافق من رب العالمين والله وفقني بالمركز الأول كنت متوقع المركز الأول؟ والله صراحة لا يعني بظل المنافسة الشريفة بين رماية ترامبيين وأبطال سابقين الحمد لله مثل ما قلت ربي وفقني عليها وعلقاتهم لكل مستهد النصيب بطولة مشرفة أول شيء الثاني شيء أنا قاعد أرمي مع أبطال رحمة لك الحمد ونحن نردي من البطولة الثانية للاسيوية والمفتوحة العالمية حمد لله حققنا المركز الثالث فريق أنا وغازي ديحاني وخليفة الإشلاش فأرهما لك الحمد يعني تجهيزنا كان حلو حمد لله وراهما لك الحمد وتوفقنا البطولة صارت على مدى يومين ويعني من نخبة وخيرة رمات الكويت بس حمد لله صار نصيب فيها ورهما لك الحمد لك مذهب يعني؟ والله هذا أجواء البطولة يعني الواحد يتمح في المراكز الثلاثة الأولى بس ساعات تصير فيه ظروف وتصير فيه أمور يعني خارجة عن الإرادة